اي انتماء لكيان محترم لعيلة الكيان لبلد هو نعمة الانتماء اخلاق لانه بيدي للانسان دافع للحياة بالضبط انه موجود على فكرة هو ده الانتماء انك بيخرجك من الذاتية انت ما بتنتميش لنفسك فقط بيخرجك من نطاق الانانية بيخرج ذاتها نعمة وقالها الزميل تامر امين بس يا رب ما تزعلش حد رحية عايز اقولكو انه فرحة كبيرة جدا انت خلي الواحد يقول بالفم المليان الحمد لله على نعمة الاهلي بجد مش بس الحمد لله على نعمة الاهلي ان الواحد اهلاوي لا الحمد لله على نعمة الاهلي ان الاهلي في مصر لانه بالتاريخ وبالانجازات وبالارقام وبالفرحة الاهلي يثبت انه فرحة مصر ونجومه وابطاله هم رجالة مصر وبجد كمان انجازاته بتضاف دايما للانجازات المصرية الواحد كل مرة يحس انها بعيدة وكل مرة يحس انها خلاص راحت ويحس انه الانجاز اشبه بالمستحيل خصوصا بعد الصعوبات الكتير ومع ذلك يثبت رجالة الاهلي اولا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لكن يثبت رجالة الاهلي انهم ابطال 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 ويحققوا هذا الانجاز للمرة التانية في التاريخ النهاردة جيل مسيماني او ابناء مسيماني يكررون الانجاز برونزية العالم عام 2021 عن طريق البطل البطل محمد الشناوي وعشر ابطال معاه بالاضافة للاربع خمسة اللي نزله كمان كل الفرحة كل الفرحة الحية تستحق الفرحة وتستحق الشكر وتستحق التحية ما زال الاهلي يصنع التاريخ وعلى رأي اعصام الشوالي كده يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات فما زال الاهلي لديه الكثير من الانجازات والبطولات اللي تملأ مش بس صفحات لا مجلدات ومجلدات عاش الاهلي كريما بانجازاته وعاش الاهلي عظيما بجماهيره وعاش الاهلي كمان بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى محققت دايما لأملنا الزميل تامر امين يشعر انه الحمد لله على نعمة الاهلي يا ترى نفس التأدير موجود عند زميل كبير اخر يجاهر بانتماؤه وحبه للزمالك ولا لا الاستاذ عمراء اديب نسمعه كنا كلنا قلوبنا مع الاهلي وكنا عايزينه يعمل نتيجة جيدة وكانت ملحمة عظيمة بطلها كل لعيبت الاهلي ولكن يجب ان اخص بالذكر الشناوي ولما اقول الشناوي اقول القائد الشناوي الراجل ده قائد 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 في الملعب قائد يعني العمله الشناوي وحالة الاطمئنان اللي ده الشناوي للفرقة خد بالك الشناوي مش بس صد ضربتين جزاء الشناوي طول الماتش شايل الماتش وشايل اخواته وشايل اللعيبة وشايل الناس وشايفهم الولد قيادة الولد ماهر مهارة غير طبعية عما شفته البنلتي اللي قاعد يتحنجله زي ابو فصادة كده وراح يمين وراح شمال وراح مفارمل في الاول واخوك ايه الشناوي جبل تلك ولا يتهز ولا يجرله اي حاجة بصراحة انا انبسطت جدا من الشناوي وبصراحة اعصاب غير طبيعية وبصراحة تركيز غير عادي وانا رأيي انه هو مش بس كان ياخد رجل المباراة هو كان ياخد رجل البطولة في هذه البطولة جمهور المصري مش موجود البطولة دي كان هي بشكلها عامل ازاي تهنئة حقيقية من قلبي بجد للنادي الآلي ادارة النادي الآلي لعيبة النادي الآلي جمهور النادي الآلي ليك حق تفرح وليك حق ترقص وليك حق ترجع مبسوط تانية مقبولة ومصدقة يا عمر اني من قلبك المرة دي بجد اشتركوا في القناة